معنا من العاصمة الإماراتية بالنسبة لأرحب هي من بداية الأزمة وهي من هضر الحوثي هذه المنطقة بالذات لا توقيت حاضنة بخلاف كثير من مناطقها لا توقيت حاضنة للحوثي في هذه المنطقة فطول الأزمة هي من هضر الحوثي واليوم عنده بالوصول إلى أرحب أرحب طبعا هي في شمال شرق صنعة وهي منطقة مضلة استراتيجيا على كثير من مواقع الأسكري في أمانة العاصمة صنعة منها القاعدة الجوية منها مطار صنعة أيضا هي قبيلة من أكبر قبائل الشمال موجودة في هذه المنطقة وهي تمتد قبليا إلى كثير من محافظات لإمتداد قبلي في عمران في حجة في صنعة حتى بعض المديريات التي موجودة في شمال صنعة مثل قبيلة مثلا مديرية حمدان هي قبليا تمتد لهذه المناطق وكثير من المناطق حتى التي كانت في يوم الأيام مناصر الحوثي هي الآن بدأت تتمرد وبدأت تشكي كثير من السجازة الحوثي وتوقل الحوثي في معاناتهم فبالتالي هذه المنطقة نعتبر خطوة مهمة من طول أزمة لم نصل إلى هذا المستوى بنسبة للقرب إلى صنعة والسيطرة على مواقع استراتيجية هم حتى بالإمكان الآن وبكل سهولة بالإمكان الوصول إلى عمران وقطع عزل صنعة عن صنعة عن فعدها إذا استثمر هذا الاستثمار الصح بخلاف الانصارات تستبغى أن نحقق نصر ولكن نبغى أن نستمر على هذا النصر شهر شهرين وثلاثة وستة من غير أن نستغل هذه النصرات فالنصر كهذا استثمرتها ستوصل إلى نصر آخر عميد خالد ما الذي سرأ من تقدم الجيش اليمنى وقوات التحالف ونحن الآن نتحدث عن وصولهم إلى مشارف العاصمة هل هو تكتيك جديد اتبعوه مثلاً بسبب تراجع أداء الحوثيين نتيجة تكرار هزائمهم أم ماذا؟ دائماً نقولها ونؤكدها أن الحوثي اليوم يختلف عن الحوثي الذي كان قبل 4 ديسمبر من 2017 يختلف اختلاف جدري ونحن نتابع الموضوع في كل الجبهات هو يعاني فقط يعني صور نفسه في مخلال وسائل الإعلامة وبطولات الوامية أنه مازل موجود لكن الحقيقة ونحن نتكلم عن هذا ومسلعاً أنه فعلاً يعاني معنا قير عادية استثمر هذا من قبل بعض الجبهات وخاصة مثلاً في الجبهات الساعة القربي الآن بتي نصرت في البيضة استثمر هذا الأجانب في بعض الجبهات مع ما احترمنا في تضحية نحن نقدر الكلام هذا لكن لم تستثمر هذا الضعف وهذه الوهنة التي وصلها الحوثي الحوثي فعلاً الآن نصبها يعاني واعتبر النصر الذي تحقق في كثير من جبهات وما تحقق بالأمس واليوم في أرحب الذي تتكلم عنها الآن فعلاً هو استثمار للإنقسام الذي حصل بين طرف الإنقلاب للمعاناة دي عانية الحوثي للضربات الموفقة والمركزة من طيرات الحالف إذا استثمر هذا فعلاً بنوصل إلى أكثر من هذه النقطة عميد خالد هذه المعاناة وتراجع المعنويات نتيجة للخسائر المتوالية الحوثي من حيث العدة والعديد بالإضافة إلى خسائرهم الجغرافية كم تلعب دور في تراجع أداء مقاتليهم على الأرض الآن فعلاً نحن لو التابع يعني مش من اليوم أن الحوثي من تقريباً من قريب السنة أو 18 وشهر هل نتابع والحل الذي أن الحوث كل المناطق والمعسكرات والخطوط والاستراتيج اللي كانت بالنسبة الاستراتيج اللي يفقدها لم يستطيع أن يعوضها أو أن يعود لهذه المناطق كان في بداية الأزمة المعارك كرفر يعني يخسر منطقه وعادلها ولكن من تقريباً من قريب السنة لم يعد قادر على أن يسترد أي موقع مهما كان أهميته بالنسبة لأنه يسترد هذا الموقع وبالتالي هذا يجل الجلال واضح أنه لم يعد حتى قادر أن يحافظ على الموجود الذي لديه ونحن نكررها دائماً نحن مقدرين كل طرفات في كل جبهات لكن بعض الجبهات يجب أن تستثمر المعانة التي عن الحوثي تستثمر الانصراط الذي يتحقق في مناطق أخرى تستثمر الدعم اللي لا محدود من قبل التحالف سواء بالضربات الجو سواء بالدعم على الأرض أو الدعم اللوجستي المطلق يجب أن نستثمر هذا كله والحوثي أصبح أضعف من أي فترة مضت وهذا لا نقول باب البلغة ولكن الحقيقة والواقع يقول هكذا شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة حدثنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكرية